تقدمت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بطلب مهلة مدتها شهرا واحدا تبدأ مطلع شهر المقبل لتقديم أولوياتها للمجلس لعدم وصول أي اقتراحات نيابية لحد الآن وأعلن مقرر لجنة نائب عبدالله التميمي رفضه تقديم أي تعديلات على قانون تجنيس الأربعة ألاف خلال العام الحالي ناقشنا الكثير من الأمور على جدوى الأعمال كانت هناك مشاريع الحكومة أربعة عشر مشروع حكومي وطبعا رفعنا كتاب إلى رئاسة المجلس بإعطاء تمديد مدة شهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة التي هي واحد سبتمبر لتقديم الأولويات اللجان بحكم أن لم ترد إلينا أي اقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة لكي تتبلل ورد لدينا كثير من الأمور التي يقدمها النواب أنا ضد أي تعديل على القانون السابق الذي أقريناه في المجلس السابق وهو قانون بتجنيس بما لا يزيد عن أربعة ألاف وهذه تعطي ذريع للحكومة التي تماطل حتى تصل إلى نهاية السنة ومن ثم يسقط هذا المشروع فلذلك من المفترض أن ندفع الحكومة على نفس القانون الذي قريناه وهو أربعة ألاف ومن ثم إذا دخلنا أن تتعلم إذا أي تعديل على المشروع القانون هذا يستوجب عن عقاد الدور للعقاد القادم ومن ثم ندخل في جلسات وأيضا الحكومة لربو ما تتملص من هذا الشيء ونفقد الأربعة ألاف والخمسة ألاف شكرا